السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حبيت نشارك معاكم واحد الفكرة كنت شفتها في اليوتيوب الجزائري عند قناة جزائرية حبيت نجربها ونشوف الفعالية انتاحها في غسيل الزربي كنت شاركت من قبل معاكم طريقتي في غسيل الزربية واللي هي هذه الصحنة ولا الغميقة كل واحدة في شي يقول لها شفتها في قناة وحبيت نجربها للفضول يعني وصراحة أدهجتني نتيجة صراحة تغسل بطريقة روعة 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 تنحي ليتاج تنحي الخيوط تنحي اذا كانت عندك مثلا ساحلك ساحلك حاجة فوق الزربيه راح تنحيها لك بفعالية وفي نفس الوقت راح تشفف لك الزربيه يعني راح تخرج لك اكبر كمية من المياه بحيث انه الماء هذاك اللي هي موسخ يخرج هكذا بش بتعد شي حابش اذا حاولتي تشل ليها تلقيها بلي يعني كمية كبيرة من المياه المتسخة خلاص خرجت كما تشوفوا انا جربتها في كامل سرابة تاعي وصراحة مش متعيبة وفي نفس الوقت الفعالية تحتها عجبتني حبيت نتشاركها معاكم يعني حبيت نتشاركها لانه صراحة عجبتني الفكرة شفتها في قرنة جزائرية شوفوا نتيجة بعد ما كملت غسلت كنت شاركت معاكم طريقتي في غسل السربية راح نخليهولكم في صندوق الوصف هنا جبت الماء بعد ما غسلتها مليح جبت الماء كما تشوفوا يعني ما كانش كمية كبيرة من الماء وبعدها يعني شللت مليح لزربية تاعي ونشرتها خليتها تشيح نتيجة صراحة ابهرتني ابهرتني نتمنى انكم تجربوها اذا يعني كنتوا في وقت تحبو تغسلوا زربية ولا جربوها وشوفوا اه وشوفوا يعني وخلولي في التعليقات اذا جربتوها من قبل اه هنايا بعد ما كملت يعني جبت من الماء هذاك ووقفتها الساعة وخليتها ساعة زي تطلق شوية من الماء بعدها اشللتها مليح بالماء الصافي وانشرتها انتمنى انو الفكرة اليومنا تكونت اعجابكم ولي يعني ملي ما يعرفهاش اكيد ولي يعرفها في يعني ماذا بينا يخلينا تعليقات يكوننا رأيه فيها وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم